السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يا رب تكونوا بقى الفخير وصحة وسلامة وارب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحققة لكم كل اللي انتم بتبمنوا النهاردة احنا جايين نتكلم عن نبات مهم جدا يعتبر من اقوى المضادات الحيوية المتواجدة بس طبعا بكلمك عن مضاد حيوي طبيعي يعني ايه مضاد حيوي طبيعي؟ يعني بمنطقة البساطة مالوش تأثيرات سلبية الا لو حضرتك استعملته بشكل غلط لما حضرتك هتستعمله بشكل الصح هتاخد منه افضل النتائج وافضل التأثيرات على الطيور بتاعتك مضاد حيوي طبيعي تأثيره كبير لزيادة انتاج البيض وبيزود الانتاج بشكل مهول يعني تأثيره على الانتاجية تأثير يعادل الادوية اللي بتعالج مشكلة نقص الانتاج الادوية اللي انت بتجيبها دي وتدفع فيها فلوس؟ لا انا بكلمك على مضاد حيوي طبيعي بيزود انتاج البيض وسريع المفؤول لكن ابلاقي حاجة اعمل لايك على الفيديو اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول ويالله بينا ندخل في موضوع على طول لازم نعرف النبات ده من النباتات اللي تأثرها على الطيور تأثير سريعة يعني ايه تأثير سريعة؟ يعني اول ما بتقدمه للطيور بعد دقايق بسيطة بتلاقي التأثير على طول حصل بعد دقايق بسيطة بتلاقي الطيور بتاعتك استفادت او بان عليها تأثير الدواء تمام؟ بان عليها تأثير الدواء فتعمل ايه بقى حضرتك؟ بمنتغة البساطة تقدمه بالطريقة اللي انا جاي اقول لك عليها الطريقة اللي انا جاي اقول لك عليها دي هي الطريقة الامثل لاستخدام هذا النبات طوية كمان يعني انت ما ينفعش تقول عليه مجرد نبات لا ده من الادوية اللي لما تستخدمها تلاحظ التأثير بتاعها على طيور بتاعتك طيب ايه فوايد هذا النبات؟ فوايد هذا النبات بمنتغة البساطة انه بينظف الاول جسم الطائر من البكتيريا بكل انواعها اي بكتيريا مضرة في جسم الطائر؟ بكتيريا مضرة طبعا مش بكتيريا نفعة تمام؟ على طول بتلاقي النبات ده تأثيره كبير على جسم الطائر على طول بتلاقي النبات ده تأثيره واضح انه هو بيطهر جسم الطائر فتعمل ايه بقى حضرتك؟ تروح بشكل مباشر تقدمه لو لقيت الطائر عندك بيعاني من بكتيريا معينة البكتيريا دي بتمنع الامتصاص بتمنع الهضم بتجيب للطائر امراض زي الاسهالات زي عصر الهضم زي مشاكل كتيرة ممكن تصيب الطائر بشكل او باخر انت في غنى عنها والطائر بتاعك في غنى عنها علشان هي هتعطل الطائر بشكل كبير عن ايه؟ عن الانتاجية وده هيبان في الايام يعني اللي بعد كده بعد ما تستخدم النبات ده مرة واثنين وتلاتة هتلاقي ان البكتيريا اللي بتعطل الانتاجية دي اتقتلت تماما باستخدام هذا النبات كذلك برضو هو بيرفع المناعة بشكل عام مش بس ضد البكتيريا وانما كمان ضد الفيروسات المختلفة اللي ممكن تتعب الطائر او تأذي الطائر طبعا اي عدوة فيروسية سواء عدوة تعلق بالجهاز التنفسي او غير الجهاز التنفسي العدوة التنفسية بشكل عام بتبقى من المشاكل الكبيرة اللي بتعطل الطائر واللي بتأذي الطائر وبتعطل الانتاجية انت ممكن تعالجها عن طريق استخدام هذا النبات اللي يعتبر من اقوى المضادات الحيوية الطبيعية وهو التوم طبعا التوم حاجة معروف ان هي تأثرها كبير وصعب على الطائر صعب بمعنى قوي صعب بمعنى سريع صعب بمعنى اقل مقدار منها بيكون تأثيره كبير على الطائر وبما ان اقل مقدار منها بيكون تأثيره كبير على الطائر يبقى ما ينفعش حضرتك تستخدمها بكميات كبيرة لازم تستخدمها بالمآدير اللي انا جاي اقولك عليها لان المآدير دي هي المآدير اللي هتديلك الفايدة من جير ما يكون فيه ضرر المآدير دي هي المآدير اللي هتصرع عندك عملية ايه؟ زيادة انتاج البيض تمام؟ بس قبل ما اقولك المآدير محتاج اكملك شوية فوائد سحرية لهذا النبات لانه يستحق ان احنا نقول عليه نبات سحري النبات ده مش بس بيزود الانتاج وبيرفع المناعة وبيساعد على الهضم لا ده كمان بيزود الخصوبة يعني انتاج البيض اللي هيجيلك من الفراغ بتاعتك مش هيبقى اي انتاج لا خالص هيبقى انتاج مفيد لو حضرتك اكلته وطبعا مفيد لو حضرتك هتبيعه يعني هيكون انتاج كبير يعني كثافة الانتاج هتبقى كبير لكن اكبر فايدة والفايدة المختلفة شوية اللي هتلاقيها من الطيور بتاعتك لما تنتج مش بس كثرة الانتاج او كثافة الانتاج لا ده كمان فيه فايدة مهمة جدا وهي الخصوبة ان البيض ده هيبقى كله مخصب لان النبات ده بمده البساطة نبات بيرفع الخصوبة بتاعت الطيور اضعاف 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 ما هي موجودة بيخلي الطيور فعلا ايه تتحمل 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 فكرة ان هي تخصب تخصب على طول يبقى عندها قدرة تحمل على تخصيب البيض سواء الديوك اللي بتكسر او الفراخ نفسها اللي بتكون بيت فكل ده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى تحمل تحمل اكتر يعني قدرة الطائر على التحمل بتبقى عالية سواء تحمل انتاج زيادة تحمل درجات حرارة زيادة تحمل امراض تحمل عدوى تحمل حاجات كتيرة جدا حتى برضو الجروح والالتهابات احيانا الكسور في جسم الطائر بتتعالج عن طريق استخدام هذا النبات او النبات ده بيساهم بشكل كبير في علاج هذه ايه هذه الكسور او هذه الالتهابات او الاصابات اللي في جسم الطائر فانت اصادك نبات تقدر تقول عليه نبات سحري متوفر عندك في البيت موجود في اغلب البيوت لان التوم ده حاجة اعتقد ان هي ما بتنقصش حتى من بيوت كل الناس كل الناس بيبقى عندها توم لانه حاجة رئيسية واساسية ومش هتصرف منه كتير مش هتاخد منه كتير لانه اصلا قطرته بالضر مش بتنفع تمام قطرته بالضر مش بتنفع فتعمل ايه بقى حضرتك دلوقتي تجيب ثلاث فصوص من التوم بس ثلاث فصوص متوسطين الحجم هتفرمهم فرمة سريعة كده تمام وهتاخد الفصوص دي وتخلطهم باي بواقي اكل انت بتقدمها للطقر اي بواقي اكل انت بتقدمها للطقر خد بالك بس طبعا لما هتضربهم في الخلاط هتضربهم في الخلاط تمام تضربهم في الخلاط مع شوية مية صغيرين علشان يتاجنوا كده ويبقوا ايه تاخد منهم العصارة وبعد كده تقدمهم ايه تقدمهم للطيور بتاعتك تمام عن طريق بواقي الاكل او عن طريق برضو انك تاخد العصارة بتاعتهم وتحطها فيين تحطها في المية تحطها في السقاية سواء السقاية اللي هي تلاتة لتر او سقايات منفصلة كلهم على بعد تلاتة لتر المهم ان انت مع كل لتر بتاخد فصتهم يكون معصور كويس لكن الطريقة الافضل اللي انا بفضلها ان انت تحط البواقي دي ايه تحط التوم ده بعد ما تغسره وتخلطه في مية على بواقي الاكل سواء العيش او الرز او المكارونة او الطبيخ تأثيره بيبقى اكبر لكن طبعا ما تحطوش ابدا على العلف لان احنا مش بنفضل ابدا ان احنا نحط اي حاجة فيها رطوبة او مية على العلف علشان بيتفاعل معاها تفاعلات ضر ده كان الفيديو ما تنساش تعمل لايك على الفيديو اشتراك في القناة تفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والباول ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته